انضموا معنا من دبي الإعلامي الإماراتية ماجد الفلاسي أهلا بك أستاذ ماجد أبدأ معك أستاذ ماجد يعني ما هي دلالات بداية الجولة الخليجية لخادم الحرمين الشريفين من دولة الإمارات أستاذ ماجد فضل بسم الله الرحمن الرحيم أولا زيارة سيدي خادم الحرمين الشريفين إلى الإمارات وبالتحديد إلى أبوظبي العاصمة يعني أعتقد أنها بداية ومؤشر للتلاحم ما بين البلدين وما بين بقية دول مجلس التعاون في هذه الفترة العصيبة أن أتصور اليوم نحن فريحين في الإمارات يعني بهذه الزيارة وبهذه الطلة البهية لسيدي خادم الحرمين الشريفين في الإمارات لأنها تأتي في أيام نحن نحتفل فيها باليوم الوطني الخامس والأربعين وبالتالي الفرحة صارت فرحتان بوجود سيدي خادم الحرمين الشريفين في دولة الإمارات العربية المتحدة نعم طبعا أستاذ ماجز يعني هناك تحديات وتدخلات في شؤون المنطقة ما انعكاسات هذه الجولة أو الجولة الخليجية لخادم الحرمين الشريفين على توحيد الجهود لمواجهة هذه التحديات مثل تحديات الإرهاب وتدخلات في شؤون المنطقة كتدخلات إيران بصراحة أعتقد أن هذه الزيارة أتت في وقتها بالتحديد يعني أقدر أقول في هذا في يعني اختيار الوقت كان مناسب جدا لما تفضلت وذكرت فعلا يعني وتسبق الاجتماع على مستوقات التعاون في البحرين في مملكة البحرين في السادس والسابع من هذا الشهر أعتقد أن زيارة لها الأثر الكبير في توحد الجهود الدول المواسية والتعاون الخليجي ما بين المملكة العربية السعودية وباقي الدول في دول المجلس التعاون في هذه الفترة الحرجة مثل ما تفضلت التحديات كثيرة ولكن أعتقد اختيار التوقيت مهم جدا لهذه الزيارة والتي أنا أتصور أنها تبشر بالخير لمواطني ودول مجلس التعاون لما لها من مردود إيجابي على المنطقة بشكل كبير يعني معروف لدينا في المنطقة قيمة وحجم ومكانة المملكة العربية السعودية لدى دول مجلس التعاون وبالتالي أنا أتصور أن الزيارة كانت في وقتها لتوحيد الصفوف في مواجهة هذه التحديات وهذه التهديدات المباشرة نعم طبع أستاذ ماجد يعني هناك حديث كثيرة بين الإعلاميين أو كتاب أو حتى قراء حديث عن الاتحاد الخليجي وأيضا بين الشعوب الخليجية برأيك أستاذ ماجد إلى أي مدى يبدو الاتحاد الخليجي يسير في الطريق المرسوم له بين دول المجلس أعتقد أن الاتحاد هذا يعني هناك بوادر كثيرة تدعو للتفاؤل في هذا الاتحاد خصوصا الاتحاد أتى في وقت عصيب جدا وعلى كل الأصعدة كان سواء كان في مواجهة التحديات والأوضاع في المنطقة بشكل كبير وأيضا بالنسبة للتحديات أيضا الاقتصادية والاستثمارية بين دول المجلس تعاون منها كثير من المشارع الاقتصاديين تكلموا عنها في توطيد العلاقات ما بين دول المجلس تعاون واتحاد مجلس تعاون أنا أعتقد أنه يبعث للتفاؤل للعلاقات ما بين دول المجلس تعاون في هذه الفترة بالذات خصوصا مثل ما قلت لك يعني المنطقة تمر بأزمة منعطف أنا أتصور أنه صعب وصعب جدا ولكن أنا قاد أنا متفائل جدا بيعني مثل ما تقول اللحمة الخليجية في هذا الوقت العصيب نعم كان معنا من دبي الإعلامي لإماراتي ماجد الفلاسي شكرا جزيلا لك أستاذ ماجد